الان هذا الموضوع للدعم الاجتماعي كيف نبدأ بالسؤال الدعم الاجتماعي هو واحد من المنظومة التي اضطتها بلدنا وضعت لها قوانين وضعت لها مجموعة المساطر ورصدت لها إمكانيات مالية هذا السؤال الذي يريد أن نطرح هو ما الحكومة منين تقدم واحد الرقم 9.5 مليار درهم من أجل أداء اشتراكات المواطنين الموجودون في نظام متضامون هل هذا صحيح أم غير صحيح صحيح من كن نخدو كتاخد الحكومة 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة هل هذا صحيح أو غير صحيح صحيح جميع الأرقام بما فيها نحن على مشارف أيام خليلة سنقشق قانون المالية إن شاء الله في البرلمان هذه الأرقام كلها تصرف وفي نهاية السنة سنكمل 25 مليار التي تكلمنا عليها هل حكومة هل تقدمها إلى هؤلاء المحتاجين؟ نعم تقدموا إلى هؤلاء المحتاجين بمعنى أن المجهود الحكومي كاين ولكن السياسة العمومية ديال الدعم الاجتماعي شنو فيها؟ فيها اللي ما عندوش اللي كان كيعيش ظروف اجتماعية وعندو مؤشر ديال 9.34 يستفد من التغطية الصحية ديال المتضمن ويستفد من الدعم الاجتماعي اللي هو المؤشر دياله 9.74 درهم لكن اللي المؤشر دياله أكثر من 9.34 ياخد الدعم وكل خانة 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 توضع لها كيفاش أنها تقدر تساهم واحد لمساهمة باشتا هي تستفد من التغطية الصحية دابا هدولي 9.5 مليار الدرهم راح داعش تقريبا عشرة المليون ديال المواطنين المغاربة من أصل احد الخمسة وثلاثين مليون مواطن مغربي هذا رقمه الكبير ومهم طبعا الآن كنتكلموا بأرقام تابتة وموتقة هذا ما عندوش قد أدي عليه الحكومة لانخيرات وكي يستفد من الدعم لكان محتاج للدعم وطبعا محتاج له وهذا ما عندوش الاستفادة نظرا لانه ماشينش المؤشر دياله أكثر شوية ولكن كي ياخد دعم اجتماعي مباشر ما كنظنش كينه شي بلاد هذا القرى اللي كنعيش فيها كتدير هذا شي هذا صحيح انه بتوجهاتين بجلالة الملك لكن هذه الحكومة نجحت في تطبيق هذا جينا للدخول المدراسي ونجاوب نستغل الفرصة باش نجاوب على السؤال ديالسي الحجري الدخول المدراسي مرة أخرى في نهاية هذا الشهر شتنبر غادي نوصلوا لحوالي ثلاثة دلمليون طفل غادي استفادوا من ذاك المئتين او لا ثلاثمية الدرام حسب المستوى وش في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا في التناوي هذه ايضا مبالغ مالية مهمة الحكومة عبقتها لفائدة هؤلاء الأطفال ولكن وش الحكومة عملت غير هذا الشي ولا بقات مستمرة في الدعم ديالصندوق المقاصة بقات مستمرة في دعم القطاع ديالصحة ودية التعليم بقات مستمرة خلق بدائل جديدة لدعم السكن بقات مستمرة في الحفاظ على الاستثمار العمومي يجب أن نستحضر هذه الأرقام كلها ماشينش هذه أرقام كبيرة جدا في إطار هذه الإمكانيات المتوفرة عند بلادنا كتدير هذه الحكومة وتعمق من العجز أبدا كتدير هذه المجهود الاجتماعي وكترفع من النسب ديال المديونية أبدا هناك انخفاض المستويات المديونية ونحن في تسعود وستين ونمشي من شاء الله لثمانية وستين بعد ما كانت تنين وسبعين بمعنى أنه بالرغم من هذه الظروف هناك مجهود كبير يتم هذو اللي تكلمت عليهم السي شاكر ما كانوا كيقفتوا حتى ريال فيما مضى ما كان كيخلص عليهم حتى شو واحد كانت عندهم بطاقة ديال رامد والرامد كنا كان عرفوا كنا داخل هذه القاعة وخارجها الصعوبات اللي كانوا كيعانيوا منها النازل الرامد الإصلاح مهم هذا الإصلاح هذا مهم غادي يتطور ما زال في المستقبل وطبيعي أنه يتطور في المستقبل لكن الإصلاح في إطار ما هو ممكن وفي إطار الظروف ديال بلدنا هو إيجابي جدا راحنا اليوم تنتكلموا على حوالي ثلاثة فاصيلة ثمانية مليون أسرة مغربية كتشد دعم القليل فيه خمسمية درام هل هذه أرقام مفبركة؟ هذه أرقام حقيقية لذلك ما نخليوش الحقائق ما تظهرش بالشكل اللي خستثار به هذه حقائق موجودة كينة لكن العمل سوف يستمر طبعا في إطار الدولة الاجتماعية وفي غيرها من الأوراس وما نتكلمش على الجفاف وما نتكلمش على الماء وما نتكلمش وما نتكلمش لأن هذا الواجب الواجب هو العمل والاشتغال هو إقرار سياسات عمومية تكون مع المواطنين في إطار طبعا واحد الإمكانيات لم توفروا كنا نعرفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر